وأنا أقول هذا كأني أراه رأي عين الذي حصلت عليه إيران أخذت إيران تعهد من أمريكا أن تطلق يدها الأمريكيون يطلقون يد الإيرانيين في إبادة هوية معينة في سوريا والعراق يعني المسلمون السنة طيب العرب اسمح لي نعم تخفيض نسبتهم حتى يتحولوا إلى عن طريقين طريقين إبادة وقتل وأقرب طريق إلى التخلص من الناس والإبادة والقتل هو السلاح الكيماوي أو تهجير وعلى هذين الأساسين الآن المخطط ماشي أربع سنوات وبشار الأسد ومن وراء إيران طليق اليد في عملية إبادة الآن الإحصاء اليوم الإحصاء اليوم لقتل 2014 السنة الأخيرة من الثورة هذه التي نحن فيها أكثر من سبعين ألف أو قريب من ثمانين ألف مواطن سوري إذن أنت تتكلم عن شعب عن شريحة محدودة العدد يعني كلام كلام كيتوافق مع بعض التقارير وبعض المعلومات التي تتسرب من سوريا حول بيع ممتلكات والعقارات في دمشق للإيرانيين وللوافدين مع إيران من باكستان وفرانستان وغيرها من المحسوبين على الشيعة الموالية لإيران وفي نفس الوقت أيضا هناك حديث أيضا عن تجنيس لهؤلاء منحم الجنسية داخل سوريا سبقت إذن هذا المحور كما تفضلت أنا قلت أنا قلت ما هو مسغب وما ينقل أنظم السوريا هذه معلومات موثقة أخي بالإضافة دخول حزب الله إلى السيطرة على بعض منطقة هذا المشروع كانوا يشتغلون عليه على البارد كما نقول منذ تقريبا عشرين سنة وعندنا معلومات ونتابعه خطوة بخطوة في الرقا وفي حلاب وفي حامص وفي دمشق يقومون بعمليات حتى أحد اسمح لي أحد الصحفيين والمثقفين اسمح لي أقول هذا على الإعلام وأنت طرقتها العلويين العلويين نين حدا منهم أبو الشر قال نحن يجب أن نخاف على هويتنا أكثر من السنة لأن هؤلاء الشيعة القادمين من إيران لأن العلوي موشيعي العلوي من حيث المذهب والعقيدة يختلف اختلاف جذري أنا ما عندي الآن حصة لهوت عندي حصة سياسة لكن أنا قرأت تقرير كامل لصحفي مثقف علوي يقول هؤلاء الملالي الذين يأتون إلى سوريا يهددون الهوية العلوية أكثر مما يهددون الهوية السنية لأن العام العلويين وبيجيهم واحد آية الله وهم مساكين أكثرهم وشوية فلوس وبصيروا فورا بصيروا شيعة وبعتبروا حالهم بنفس البيت أو تحت نفس السقف إذن هذا مخطط قديم اليوم هناك عمليات وأنا أقول وأكرر وأرجو من لم يسمعني من قبل أعيد يسمعني درس المشروع الصهيوني خطوة خطوة ويقلدونه حذوى النعل بالنعل كما تقول العرب تجنيس ولجنسيات شتى أفغان أوزباكستان باكستانيين إيرانيين يمنحون جنسيات ويمنحون جنسيات أخي توفيق دعني أفصل هذا المشاهد في مناطق ديمغرافية حساسة يعني نحن عندنا المدن الكبرى في سوريا مثل دمشق وحلب والرقة ودير الزور الهوية وحماة الهوية الأساسية فيها سائدة يعني الناس كلهم مسلمين كلهم سنة لكن تروح مثلا في جنوب سوريا عندنا منطقة حران نحن نسميها كمنطقة عامة درعة والسويدة في عندك مسلمين سنة وفي عندك عرب دروز فهم يأتون إلى هذه المنطقة الحساسة ويغرسون فيها مسامير ديمغرافية مسامير لحم لكي تكون زيادة في إقلاق الناس وفي رمي الفتنة بين الناس تجنيس شراء أراضي شراء عقارات إقامة مشاريع تشييع تشييع مو بمعنى أنه بيحملوه على كتفهم بجنازة وبروحوا بدفنوه تشييع بأن يجعلوا السنية شيعيا كانت التسعير قبل الثورة وأنا حافظها للجامعي 150 دولار إذا بصير شيعي وإذا كان عنده شهادة جامعية ممكن يغدو بعثة على طهران وعلى قم ويعطوه لسيما إذا كان في ميدان الشريعة يعني هناك غراءات ولغير الحامل شهادة الجامعية 100 دولار راتب شهري كان في البداية أسسوا جمعية المرتضى أسسها جميل الأسد لكي يسيروا في هذا الطريق كان من مشروع حافظ الأسد في البداية أن يلتحق بالشيعة الاثنى عشرية ليتخلص من الأرث النصيري لأنه أرث يعني بحسبهم أنا مالي على قبيدينهم يعني لا يسرهم كثيرا وهم ينزعجون عندما نقول للنصيرية وهذا اسمهم في التاريخ طيب هذا مش موضوعنا هذا ما هو موضوعنا لكن أنا أبين لك إذن مشروع التشييع ومشروع إعادة السيطرة وتغيير الهوية أنت تتحدث عن التشييع وتغيير الهوية الديمغرافية في سوريا هناك من إذا بالأخطأ من ذلك نعم هناك من يخطأ إذا بالأخطأ من ذلك ليس فقط التشييع لأن هناك من يقولك أن الكثير من الشيعة العرب في العراق يعني يرفضون السياسة الإيرانية التمدد الإيراني السيطرة إيران وإنما يقولون أن السيطرة إيرانية محظة هي السيطرة عندها بعد ربما واجهة شيعية لكن باطنها قومي فارسي هكذا يقولون بين الناس الذين يقولون مثلا أنصار كرخي في العراق وغيرهم يعني أنا الآن أنا ضد كما أقول دائما ضد أن نجعل الناس كلهم حزمة واحدة يعني كيف يعني بعض الناس قل لك والله أهل الدين الفلاني كذا لا هذا الكلام نحن حتى في وإن كثيرا من أهل الكتاب لا من يؤمن بالله وما أنزل إليكم فإجمال الناس أنا لا أتكلم عن الشيعة كحزمة بشرية أنا أتكلم عن مشروع يقوده الولي الفقيه وأعوانه في إيران التشيء أحد عنوينه هلأ كل الشيعة داخلين فيه لا ليس بالضرورة وأنا أعلم وأنا أعلم أن هناك علماء شيعة وزعماء شيعة وقادر هم ضد هذا المشروع وهم متضررون من هذا المشروع وهم يحاربون هذا المشروع ما استطاعوا أنا لا أعمم هذا التعميل سيكون شيئا خطيرا شيئا خاطئا لا أتبهي لهذه النقطة مهم جدا نحن نحن نتحدث عن مشروع الولي الفقيه بأبعاده المشروع الصفوي بأبعاده القومية والمذهبية والسياسية والاقتصادية مشروع الهيمنة مشروع الشاهن شاه القديم الذي يريد أن يستعيد ملكه منذ قبل الإسلام كانت الصراعات تدور بين فارس والرموم على هذه المنطقة من العالم أنا أقول هذا الكلام لأنه أنت تعرف ماذا حدث في العراق مع الكرخي مثلا الذي يعارض النفوذ الإيراني كذلك كثير من الناس أنا ما أمكر وزيد بالزيادة على ذلك أنا أقول هذه الأسواع يجب أن ترتفع ويجب أن تقوى ويجب أن نتعاون جميعا على صد هذه الأجمال كريهة زيد بالزيادة التصريح الأخيالي علي اليونسي مثلا سمعت مستشار رئيس الآن الذي أظهر نائب رئيس أو مستشار رئيس الذي أثار الضجة في العالم العربي اليوم وقبله كان هناك تصريحات فقط ربما الناس لم تنتبع لها لأن الشخصيات لا تحتمى مراكز رسمية معروفة وفي الواجهة مثل مهدي الطائب وغيره لقال المحافظة سوريا هؤلاء لا يحتلون مقاعد رسمية مستشار خميناء مستشار خميناء علي اليونسي أقول بغداد عاصمة لم ينتبهوا لتصريحات سوريا محافظة 35 أو المحافظة 35 للمرة الثانية يعني نحن نقول أخي هناك موقف طافي على السطح لكن هذا لا ننكر أن هناك ناس يرفضون هذا المشروع لأسبابهم أيضا علي اليونسي ما قال بغداد عادة الخلافة الإيرانية الإسلامية الشيعية مثلا قال عادة الأمبراطورية الإيرانية ويقصد بها الفارسية وقال أيضا أن بغداد هي عاصمة الأمبراطورية ما قال لا شيعية ولا إسلامية هم جميل هم أخي لا يؤمنون بالخلافة أصلا هم بالنسبة إليهم لا يؤمنون بالخلافة هم يؤمنون بإمامه ويعتبر الآن الولي الفقيق قائم مقام الإمام الإمام الغائب يعني ما أريد أن أدخل في قضية الأموتية صعبة الآن لكن لذلك هم يتحدثون عن بغداد التي كان اسمها المدائن الذي جعلها بغداد أبو جعفر المنصور هم يتحدثون اليوم عن المدائن المدائن وإيوان كسرة هذا الذي يتحدثون عنه يتحدثون عن إمبراطورية تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط إذا سمعت مهدي الطائب مثلا عندما تحدث قال أن التضحيات التي تقدمها إيران في هذه الدول في سوريا ربما في العراق وفي غيرها من المناطق هي تمهيدا لبعث الإمام الغائب حتى في كلامه يعني هم أحيانا وهذا كلام قلت لك أنا لا أولد أن أتخل فيه حتى أنا لا أحب ذلك لكن هذا صيحته يعني هم في بعض ما يتناقلون أنه إشاعة الهرج والقتل والفساد في الأرض مدعات وملء الأرض بالجور مدعات لخروج الغائب المنتظر لأن الغائب المنتظر يخرج عندما تمتلئ الأرض جورا وقتلا وسلبا ونهبا فيأتي الغائب المنتظر فيملأها عدلا فهم لذلك أحيانا بعض العقول القاصرة الصغيرة يعتبرون هذه الأفعال وهذه الانتهاكات وهذا العدوان على الحرومات نوع أنا أقول بعض العقول القاصرة وأحيانا بيكون عمامته كبيرة وعقله صغير يعني هذا لا يختلف بيكون سني وشيعي كذلك حتى لا أبدو طائفيا كبيرة العمامة ليس لها علاقة بكبيرة العقل فهم يعتبرون أن هذا تمهيد لخروج الإمام وأنا أقرأ هذا كثير في مقالاتهم وفيما يكتبون بأنهم بهذا يمهدون لخروج الإمام الذي يحسبونه أحيا يرزق في سبداب سمراء على كل حالة الأستاذ زهير الآن هناك من يقول أن وضع السورية اليوم ويقصد هنا النظام السوري يعني أشبه ما يكون أو أقرب ما يكون إلى وضع لبنان عندما كانت تابعة ومسيطرة عليها من النظام السوري يعني سيطرت الإيران على سوريا اليوم هي أشبه الواقع اليوم أشبه ما يكون بسيطرة النظام السوري على لبنان سابقا هل هذا التوصيف صحيح أم لا؟ أنا أعتقد أنه هو إلى حد كبير صحيح لكن الوضع في سوريا أسوأ في سوريا الآن اللبنانيين رغم كل شيء ورغم أن القوى اللبنانية يعني تعرضت لكثير من التبعية والإذلال والمهانة من كبارهم إلى صغارهم لكن ظلوا بما لهم من خيوط مع العالم الخارجي لسيما المسيحيين منهم دعنا نتكلم بصراحة ظلوا يحافظون على شيء من كينونتهم الذاتية يعني المتران الصفير ما رحزن حافظ الأسد ولا بشار الأسد وبإصرار وبموقف سياسي كل الناس كانوا يعرفونه الآن لا يوجد كبير ولا صغير من بشار الأسد ما بدأ أقول أكبر منه كلهم يأتمرون بأمر لو كان عريف في الجند يعني أدنى رتبة في الجيش الإيراني لا يستطيع أحد أن يمتنع عن جنود قاسم إسلماني كما كان المتران الصفير يمتنع عن حافظ الأسد وأنا قلت اللبنانيين بيعرفوا الصفير ما ذهب إلى زيارته كان مستعصي ولا يذهب ويرفض في موقف سياسي لأن الصفير كان عنده من الحماية والصيانة الدولية ما يمكنه أن يحتفظ بشيء من الخصوصية ومن الهيبة هو لم يكن أيضا يكاسر بسياسات حافظ أسد حتى لا أضخم الأمر لكن الآن بشار الأسد لا يتحكم وهذا خبر وأنا لا أتي به من عندي التقارير الاستخبارية تقول الحرس الخاص لرئيس الجمهورية يحدده قاسم سليماني بالاسم فلان 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 هو يحدد الأشخاص ويرتبه ويضع جده الأعمال ومنوباته ومكان دخول إقامة الرئيس ومكان دخول الرئيس ومكان خروج الرئيس حافظ بشار الأسد لا يتحكم بشرب فنجان قهوته الذي يسقيه فنجان القهوة مرتب من قاسم سليماني هذه الحقائق الآن القائمة على الأرض السورية هي أبلغ مما كان عليه الأمر في لبنان يتراتب على هذا الكلام أن كل مجازة التي تعتكب مثل التي تعتكبت في دومة منذ ثلاث أيام أو أربعة أيام والتي تعتكبت مؤخرا بالسلاحة الكيموية في سرمين البارحة سرمين نعم في حلب أظن سرمين نعم في سرمين في محافظة إدلب نعم في إدلب نعم في الشمال قريب حلب نعم جرائم إيرانية طبعا هي بالنتيجة الآن وهنا نقطة مهمة أخي الآن الامتناع المنظمات الحقوقية عن إشاعة أسماء مجرنين الحرب نعم هذا الامتناع له دلالة سياسية يصب في خانة تصريح كيري كيري وشركاه كيري هو الذي أوقف يعني هذا مخطط دولي نحن عندما تابعنا الموقف المجلس قالوا سنعلن واعتبروا الإعلان ورقم أوراق الضغط الآن تسألني مبارحة قالوا لن نعلن لماذا؟ لأنهم حسبوا حساب هم قالوا سنضطر كيري قال سنضطر لو وضعوا اسم زيد أو عمر من الناس على لائحة مجرمي الحرب ثم اضطروا لقبول به في موقع ما من حكومة سوريا المستقبلية سيكونون قد قطعوا على أنفسهم الطريق سيقال لهم كيف تقبلون أن يكون رئيس وزراء أو قائم على العمر الفلاني مجرم حرب في قائمتكم قد سبق الإعلان عنه كمجرم حرب لذلك أصبح من مصلحتهم اليوم أن يتستروا على المجرمين وأن يخفوا أسماءهم لعل بعض هذه الأوراق تلزمهم لعلهم يضطرون إلى انتعال بعض هذه النعال وبالتالي أمروا وطالبوا المنظمات الدولية الحقوقية وبعضهم قلال وهدد المندوب السوري قال لهم إذا بتعلنوا أنتم تخالفوا القانون الدولي يعني هو رجل مؤمن بالقانون الدولي هذه المنظمات مسؤولة أمام أولا الضمير العالمي الضمير الإنساني الضمير التاريخي أن تكشف هذه الجريم التاريخية حرب الإبادة الآن التي تشن على الشعب السوري بتواطئ دولي مجمع عليه طيب هذه الأسماء أو هذه القوائم يقال أنها تم جودها وضبطها بعد تحقيقات تحقيقات السابقة استغاقت وقت من قبل هذه اللجنة يعني من حيث التوثيق أخي كل شيء كما يقولون مبالغ في توثيقه وهذه القوائم أيضا تضم أناس من الطرف الآخر حتى الآن أستاذ زهيري من بين اللافت للانتباه أنا حتى الآن لا يعرف حتى الآن إذا كان اسم بشار الأسد موجود في تلك القائمة أم لا يعني إذا لم يكن اسم بشار الأسد على رأس هذه القائمة فهو فعل سياسي وليس فعل حقوقي يعني شوف أخي سنبدأ ونعيد دعنا من الثورة السورية بشار الأسد الآن عندما سنذهب إلى مقتل الحريري وإلى مقتل عشر شخصيات لبنانية بعد الحريري سمير قصير والسانتويني والحاوي وفلان هؤلاء كلهم هذا المسلسل من القتل كنا كل يوم من فيق وإذا تفجير في لبنان وقتل شخصيات من الشخصيات المعارضة لبشار الأسد في لبنان كل هذا القتل وكل هذا الإجرام جريمي بلا مجرم الناس الآن الإفلات من العقوبة أصبح شبح أخطر من شبح الإرهاب يهدد العالم الإفلات من العقوبة الإفلات من العدالة يأس البشر من العدالة أن ييأس الإنسان من عدل الناس هذا الذي يهدد الإنسانية اليوم فأنت تقول لهذه القائمة الآن الإفراج عنها ووضعها وهؤلاء الأشخاص يجب أن يكتب أسماؤهم بالأحمر والبرتقالي أيضا والبرتقالي له دلالته هؤلاء الناس يجب أن يكونوا قد شطبوا من عالم الإنسانية قبل أن يشطبوا من عالم السياسة لكن المؤامرة الدولية الكبرى التي تحيط بالشعب السوري هي التي تفعل فعلها حتى الآن طيب أنا قرأ لك المحامية السابقة في محكمة الجنايات الدولية ديالا شحادة قارنت القرار رئيس لجنة تحقيق عدم نشر أسماء المتهمين بحالات سابقة متعلقة بقضايا ذات سلة بجرائم الحرب مثل قضية دافور أو لبنان ورجحت أن تكون لجنة قارن رتت تراجعا على الأسماء لغبتها في توسيع القائمة أو مراجعتها يا سيدي أما توسيع القائمة قد إما توسيع أو مراجعتها يعني مراجعة ممكن فيها حذفة يعني العامة عندنا تقول ما عندم تكيالسيني كيفما درتك تدار نحن نعرف عمر البشير صدر عليه الحكم وهو رئيس جمهورية الرئيس السوداني قولها توسيع فهذه القوائم قابلة للإضافة أنا أعلن اليوم عن سبعين شخص وغدا أضيف عشر أشخاص يعني هذا ليس عذرا ليس عارق وأنا أظن أن عملية التوثيق قد بلغت مداها في سوريا بعد أربع سنوات عملية التوثيق قد بلغت مداها وبالإمكان أيضا صار عندي أنا دليل إدانة جديد لشخصية من الشخصيات أن أضيف فرقة إضافية إلى ملفه هناك الآن لامتناع عن نشر هذه الأسماء هو جزء من المؤامرة الدولية لا ينفصل أبدا عن تصريح كيري وأنا أعتبر تصريح كيري هو جزء من السياسة الأمريكية هم توقفوا كل هذه السنوات عن اتخاذ قرارات حقيقية عملية ولذلك أنا أقول لي أنه الأمريكان بصرح انتهى دور بشار الأسد هذه تصريحات أخي لا قمت لها تصريحات إعلامية وثائية يعني الواقع على الأرض أن هذه المؤامرة ستمرر أو يريدون أن يمرروها لكن الشعب السوري يجب أن يكون قادرا على قطع الطريق عليها وعلى أن يضع حقوقه على الطاولة رغم أنف الصغير والكبير طيب أنت تقصد أن عدم الإعلان عن القائمة هو التكريس لمبدأ الإفلات من العقوبة مع متهيس الناس من العدالة ودفع الناس إلى مسارات ومضامير الإرهاب وهذا الذي نحن نخشاه ونرفضه نحن نريد أن نقطع الطريق على كل السوريين أن لا يذهبوا في قنوات الإرهاب لأن قنوات الإرهاب هي ضارة للجميع وأول ما تضر تضر المشروع الوطني السوري طيب أستاذ زهير أنت كمعارض سوري عندما تسمع عن لعب كوت قدم عالمي مثل كريستيانو رونالدو يدعو ويدعم الحفاظ على أطفال سورية يدعم ويدعو الحفاظ على أطفال سورية عندما تسمع أيضا عن ممثلة أمريكية شهيرة أنجلينا جوري تعبر عن حسرتها على ما يعانيه الشعب السوري من تشرد وتقتيل من نظام متوحش وحلفائه ثم تسمع بعد ذلك من بني جلدتك أو جلدتنا من يؤيد بشار الأسد ويبرر ويتباه باستخدام الكلور والبراميل المتفجرة ضد المدنيين وقتل الأطفال بحجة أن الداعش والإرهاب تستخدمهم دروع بشرية بماذا تشعر؟ يعني أولا أنا أشكر كل من يتعاطف في هذا العالم مع قضية الشعب السوري ولكن أقول مع الأسف قضية الشعب السوري بفاعل فاعل دولي وليس محلي لم تتحول إلى قضية رأي عام حتى الآن قضية الشعب السوري لم تدخل بيوت كل إنسان لما قلوا لك في الأمم المتحدة ست ملايين طفل سوري ست ملايين طفل سوري خارج إطار الحياة ولكن ربما لو رأيت أناس مثقفين أنا لا أتحدث عن عامة الناس في هذا البلد المتحضر أو ذلك وسألت عن سوريا قل لك والله ما عندي معلومات لأن وسائل الإعلام العالمية آثرت أن تغطي على الجريمة وما تزال ماكينة الإعلام ونحن نعرف من يدير الإعلام العالمي يغطي على الجريمة أما الأصوات التي نسمعها في العالم العربي مع الأسف متعاطفة ومتحالفة مع بشار الأسد فهذا جزء من داء هذه الأمة هذا الداء الذي منيت به هذه الأمة وسبب لنا كل هذا الإرباك على بدا قرن من الزمان أمة خرجت من الحضارة خرجت من التاريخ خرجت من الحياة هذه الثورة الشعبية إن كان في سوريا وإن كان في مصر وإن كان في ليبيا وإن كان في تونس وإن كان في العراق هي محاولة للعودة إلى الحياة وليست محاولة للإنقضاض على الحياة ورغم ذلك هناك أناس من بني جلدتنا نسمعهم نعايشهم نراهم نتابعهم نقرأ لهم ما زالوا يصرون أو يتخندقون في خنادق الظالمين لأنهم نموا كطفيليات على موائد هؤلاء الظالمين طيب أستاذ زوري أنا أختم معك هذا البرنامج بالنعكسات أو رأيك في نعكسات انتخابات الإسرائيلية وفوز ناتنيوهو على على القضية السورية على الوضع في سوريا كيف ستؤثر الله يوى السؤال المهم وأنا في الجواب السابق كنت أريد لعندما كنت أتحدث عن مكينة الإعلام العالمية وكل مواطن عربي وكل مواطن سوري يعلم أن الصهيونية العالمية هي التي تتحكم مع الأسف بمدخلات الإعلام وبمخرجات الإعلام نحن نعلم أن الآن فوز ناتنيوهو سيكون له تأثير سلبي كبير جدا على الثورة السورية وليس معنى قولي هذا أن خسارة ناتنيوهو أو فوز الطرف الآخر كان سيكون لمصلحته الثورة السورية السبب الأساسي للنقمة الواقع على السوريين هو إسرائيل بيمينها ويمينها المتطرف ووسطها ويسارها الدول سموها سوار إسرائيل أو المحيطة بإسرائيل أو جوال إسرائيل وشعوبها هي التي تدفع الثمن لكن فوز هذا اليميني المتطرف في إسرائيل ومن قبل كان اليمين المتطرف من أيام بيجين ومن أيام شارون أشدوا حدبا وتحالفا مع بشار الأسد اليوم انتصار ناتنياهو سيعني المزيد والمزيد من الضغط الإسرائيلي لحماية نظام بشار الأسد بشار الأسد سيكون المستفيد الأول من هذا الانتصار هذه يعني كما يقولون ضربة حظ تخدم هذا المجرم مناسيما في التحالف الآن الذي تؤسس له الولايات المتحدة بضغوط بين إيران وبين ناتنياهو وليكود تقول لي هناك أصوات رافضة هذا التحالف ولكن القرار الأمريكي في النهاية هو الذي يمر وهو الذي يستقر هناك تحالف سيكون بشار الأسد في مظلة إسرائيلية صهيونية من قبل متنياهو ولكن يعني نقول لكل أجل كتاب ونظن أن أجل هذا الكتاب قد اقترب بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا لك الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشاق العربي من لأنك كنت معنا في حلقة اليوم ضيف المنتدى الديمقراطي أشكوكم أيضا المشاهدين الأفاضل على المتابعة وفي أمان الله السلام عليكم وعليكم السلام وفي أمان الله وفي أمان الله شكرا لكم اشتركوا في القناة